بسم الله الرحمن الرحيم الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة نتابع في هذا الموضوع من خلال عرض العلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة وفي الواقع يمكن استعراض العلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة من أكثر من وجه فنبدأ مع النسبة يعني العلاقة على شكل نسبة بين الفائدة التجارية IC والفائدة الصحيحة IS طبعا إذا قسمنا IC على IS فنحن في الواقع نقسم PV مضروب في R مضروب في D على 360 كل هذا مقسوم على PV في R مضروب في D على 365 إذا قمنا بالاختصار PV مع PV R مع R ينتج لدينا أن العلاقة النسبة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة IC على IS هي D على 360 مقسومة على D على 365 كذلك يمكن اختصار D مع D فيصبح الناتج 1 تقسيم 360 تقسيم 1 على 365 وخمسة وستين وهاي احنا بنعرف أن القسمة يمكن أن تقلب إلى ضرب 1 على 360 وخمسة وستين مضروبة في 365 365 365 365 على 1 الناتج هو 365 على 360 بالقسمة على 5 بيعطيك 73 بالقسمة على 5 بيعطيك 72 إذن IC على IS الفائدة التجارية على الفائدة الصحيحة النسبة بينهم هي 73 إلى 72 مع ملاحظة الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة لنفس المبلغ وبنفس المعدل ولنفس الزمن يعني لا نأتي بفائدة تجارية محسوبة على مبلغ وفائدة صحيحة محسوبة على مبلغ آخر ثم نقول أن العلاقة بينهم IC على IS 73 إلى 72 لا يمكن أو نأتي بمبلغين متساويين مستثمرين بمعدلين مختلفين ثم نقول أن العلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة هي النسبة 73 إلى 72 إذن لابد من تساوي المبلغ وتساوي المعدل وتساوي الزمن حتى نقول أن الفائدة التجارية مقسومة على الفائدة الصحيحة هي كقسمة 73 إلى 72 من هذه النسبة يمكن الاستنتاج بأن IC هي عبارة عن IS مضروبة في 73 مقسومة على 72 طبعا لو عملنا عملية ضرب تبادلي في العلاقة السابقة عملنا ضرب تبادلي قلنا IS في 73 تساوي IC على 72 ينتج من هذا أن IC الفائدة التجارية تساوي الفائدة الصحيحة مضروبة في 73 مقسومة على 72 وكذلك يمكن الاستنتاج بأن الفائدة الصحيحة هي الفائدة التجارية مضروبة في 72 مقسومة على 73 مثال مثال 6 بلغت الفائدة الصحيحة لمبلغ ما مستثمر بمعدل بمعدل فائدة ما ولمدة ما 7200 ريال هذه الفائدة الصحيحة المطلوب احسب الفائدة التجارية المحسوبة على نفس المبلغ والمستثمر بنفس المعدل ولنفس المدة هذا الشرط هو الذي ذكرنا قبل قليل أنه إذا أردنا احتساب الفائدة التجارية مع العلم بالفائدة الصحيحة من خلال العلاقة التي بيناها سابقا فلابد من تساوي المبلغ وتساوي المعدل وتساوي المدة حتى يتم تطبيق تلك المعادلة ولذلك في هذا المثال قلنا مبلغ ما ومعدل ما ومدة ما لأنه المبلغ والمعدل والمدة إذا كانوا نفس القيم ما حيأثروا في النتيجة العلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة حل المثال إننا ناخد الصيغة اللي بيناها قبل قليل الفائدة التجارية IC تساوي الفائدة الصحيحة IS مضروبة في 73 على 72 بالتعويض منقول إنه IC تساوي 7200 مضروبة في 73 على 72 والناتج هو 7300 ريال العلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة الفرق طبعا هذا الوجه الآخر للعلاقة بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة طبعا الفرق هو IC ناقص IS طيب هل يمكن القول بأن الفرق IS ناقص IC الجواب يمكن لكن بدنا نلاحظ أنه القيمة هذه ستصبح سالبة إذا أخذنا IS ناقص IC ليش؟ لأنه دائما IC أكبر من IS IC أكبر من IS فإذا قلنا IS ناقص IC فالناتج سالب ولذلك حتى ما يكون معانا الناتج سالب نحرص على أن يكون الفرق بين IC و IS بحيث الفرق يطلع موجب تمام IC الكبيرة القيمة الأكبر ناقص IS القيمة الأصغر تمام تمام نعوض نعوض تمام IC كما هي لكن IS احنا اتفقنا أنه IS تساوي إيش؟ تساوي 72 على 73 IC فهذه قيمة IS فهذه قيمة IS عوضناها هاي مكان IS هذه IS طيب ثم قمنا بأخذ عامل مشترك في المقدارين IC والمقدار 72 على 73 IC حين إذن شوفوا شو رح يصير معنا إذا أخذنا عامل مشترك رح يصير معي IC في 1 ناقص 72 على 73 ومن ذلك نستنتج أن الفرق بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة إنما هو 1 على 73 من الفائدة التجارية وكذلك بنفس الطريقة يمكن إثبات أن الفرق هو 1 على 72 من الفائدة الصحيح طيب نأخذ مثال مثال 7 إذا علمت أن الفرق بين الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة لمبلغ ما مستثمر بمعدل أو بمعدل فائدة ما ولمدة ما هو 100 ريال شو الميت ريال هو الفرق إذن الفرق يساوي 100 ريال المطلوب ألف احسب الفائدة التجارية با احسب الفائدة الصحيحة حل ألف نقول أن الفرق هو الفائدة التجارية مقسومة على 73 مثل ما مر معنا أن الفرق هو IC في واحد على 73 فإحنا الفرق معلوم عندنا يساوي 100 يساوي 100 ريال تمام واحد على 73 في IC منقدر نقول من خلال الضرب التبادل بأن 73 في 100 7300 تمام 73 في 100 تساوي 7300 تساوي IC في واحد يعني IC تطلع معي 7300 أما الفائدة الصحيحة مطلوب بها فنفس الطريقة بس العلاقة الأخرى أنه الفرق يساوي IC في واحد على 72 إذن الفرق هو IC هذا الفرق 100 IS 72 إذن بالضرب التبادل نقول أنه 7200 اللي هي 100 ضرب 72 تساوي IS إذن الفائدة الصحيحة 7200 لاحظ أنه نستطيع نتحقق من النتيجة بطرح بطرح الفائدة الصحيحة من الفائدة التجارية الفائدة التجارية 3700 الفائدة الصحيحة 7300 الفائدة الصحيحة 7200 الفرق بينهم يساوي 100 ريال وهو يعني المنطلق أو القيمة المعطى والتي استنتجنا منها الفائدة التجارية والفائدة الصحيحة إذن لازم يكون الفرق يساوي 100 حتى يكون شغلنا صحيح ترجمة نانسي قنقر